فعدناهم من منزلة الهار وهم فتناهم يجدوا أحدهم فيقول فعدك كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قالت ما يجدوا أحدهم فيقول ما ذرته حتى فررت بينهم وبين رأتهم قال فعدنيه منه فيقول نعم أنت والتفرق بين الزوجين يعدك إبليس لما يتطلب علينا من مقاسد عظيمة أرض الضاعمة والسوق تربية الأطفال وتشدد المركات وضياعهم وطضيعة الرحمن وما في ذلك من التباوض والتشاحن وإن تطيعنا وإن تقلنا الناس عباد الله لقد غاضبنا ورقنا على الزوجين لو تغلب وأصدقوا ذات بينكم أي أصبحوا ما بينكم من الحبال حتى تكون حبال غربة ومحبة مرتفاع وقال صلى الله عليه وسلم أنا أغفقكم بأخطر من دونة الصلاة والصيام والصلاة طاروا بلا طال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين لينهارضة فيعبت المرفع على إصلاح نفسه ومن له ولاية عليهم قال تعالى يَا رِبَ الَّذِي لَهَا مَنْفُسَكُمْ مَنْفُسَكُمْ مَنْفِهُمْ نَارًا وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أغفقكم بأخطأ